السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي تلاميذ مرحبا بكم في النص الوضيفي عادات قرية سنبدأ أولا بقراءة النص عادات قرية كان العم صالح رجلا مسنا لا يقدر على العمل فاجتمع أهل القرية وتشاور فيما بينهم كي يساعدوه اتفق أهل القرية أن يهتم بعضهم بعملية حرث الأرض وبعضهم الآخر يتولى بذرها وسقيها بالماء ذهب الجميع لزيارة العم صالح وإخباره بما اتفقوا عليه فوجدوا النساء قد عرضنا مساعدتهن على زوجته في جني الزيتون فرح العم صالح بما قام به أهل القرية وشكرهم على تضامنهم جيد نمر الآن لإنجاز التمرين على الكتاب وأول تمرين هو أكمل شبكة مفردات كلمة الفلاحة لدينا هنا الفلاحة سنبحث عن الكلمات التي لها علاقة بالفلاحة أعطونا لنا مثال حصاد ماذا نبحث في الفلاحة؟ حصاد فقط قبل الحصاد يكون ماذا؟ زرع غرس وحرث وسقي أيضا جيد إذن سنكتب بعضا من هذه الكلمات مثل حرث زرع جني جني الثمار وحرث الأرض وزرع البذور جيد نمر الآن أرتب العمليات انطلاقا من النص لدينا ثلاث عمليات وهي سقي وحرث وبذر أخبرنا في النص على أن أهل القرية اتفقوا على أن يهتم بعضهم بعمليات الحرث إذن أول كلمة أو أول عمليات هي حرث سنكتب حرث وبعضهم الآخر يتولى بذرها أي بذر نكتب بذر ثم ماذا بقي لنا وسقيها بالماء أي آخر عمليات هي السقي فنكتب في الكتاب سقي وليس السقي سقي نمر الآن لفقرة أفهم والسؤال الأول في هذه الفقرة يقول في أي عفوا لماذا ساعد سكان القرية العامة صالحا؟ لماذا ساعد سكان القرية العامة صالحا؟ ما السبب الذي جعل أهل القرية يساعدون العامة صالح؟ لأنه رجل مسن جيد ولا يقدر على ماذا؟ لا يقدر على العمل إذن سنكتب ساعد سكان القرية العامة صالحا؟ لأنه لأنه رجل مسن لا يقدر على العمل لأنه رجل مسن لا يقدر على العمل والسؤال الموالي يقول ما نوع المساعدة التي سيقدمها رجال القرية للعم صالح؟ رجال القرية تفقوا على أن يساعدوا ولكن هل قدموا له نقودا؟ لا قاموا بمساعدته في العمل أي عملوا بدله في حقله أو مزرعته إذن هذه المساعدة أو هذا النوع من المساعدة يسمى مساعدة مادية سيقدم الرجال القرية للعم صالح مساعدة مادية أي عملوا بدلا منه في الحقل والسؤال الموالي يقول فيما ستساعد نساء القرية زوجة العم صالح؟ فيما ستساعد نساء القرية زوجة العم صالح؟ عندما ذهب الرجال للعم صالح ليخبروه بما اتفقوا عليه وجدوا نساءهم اتفقوا أيضا مع زوجة العم صالح بأن يساعدنها على جني محصول الزيتون إذن سنكتب ستساعد نساء القرية زوجة العم صالح في جني الزيتون نمر لثالث فقرة وهي أفكر في أي فصل تتم عملية حرث الأرض؟ ولقد رأينا هذا في النص السابق إذن في أي فصل تتم عملية حرث الأرض؟ تتم عملية حرث الأرض في فصل الخريف تتم عملية حرث الأرض في فصل الخريف الخريف ومتى يتم جني العنب؟ متى يكون العنب متوفرا في الأسواق؟ بكثرة يكون في فصل الصيف إذن سنكتب يتم جني العنب في فصل الصيف ورابع فقرة وهي فقرة أنجز أرتب الجمل آتية لتكوين فقرتين لدينا ثلاث جمل فهد رجال القرية لمساعدته لا يقدر العم صالح على العمل وساعدت نساء القرية زوجته في جني الزيتون في الجملة الأولى فهب رجال القرية لمساعدته أنا أعرف عن من تتحدث هذه الجملة مساعدته مساعدت من؟ لا ندري إذن لا يمكن أن تكون هذه أول جملة والجملة الأخيرة وساعدت نساء القرية زوجته زوجة من؟ لا نعرف أيضا إذن لا يمكن أن تكون هذه الجملة هي الجملة الأولى بقيت لنا لا يقدر العم صالح على العمل هنا نعرف عن من نتحدث وماذا حدث له لا يقدر العم صالح على العمل هذه هي أول جملة سنكتبها لا يقدر لا يقدر العم صالح على العمل ماذا فعل أهل القرية؟ أو رجال القرية؟ فهب رجال القرية لمساعدته فهب رجال القرية لمساعدته جيد وماذا فعلت نسوة القرية؟ وساعدت نساء القرية زوجته في جني الزيتون جيد نمر الآن لأقرأ وأجيب بنعم أو لا أترك مكان جلوسي للمسن في الحافلة عندما نركب الحافلة ونلتقي بمسنين في الحافلة أي رجال أو نساء كبار في السن أن نترك لهم المكان للجلوسي بدلاً عنها؟ نعم إذن سنضع علامة في نعم لأنهم لا يقدرون على الوقوف والحافلة تتحرك أرشق الأشجار بالحجارة هذا تلوك جيد لا؟ إذن سنضع العلامة في لا وآخر فقرة سأترك لكم الفرصة لإنجازها بمفردكم لتنمية مهاراتكم وقدراتكم الإملائية والإنشائية أيضا دمتم في رعاية الله وحفظه